موسيقى العمليات على القوائم اللي هي الليست تعالوا نعمل لست اسمها colors فبكتب colors يساوي وقسين بالشكل ده ممكن بدل ما بكتب جوه colors أنا العناصر اللي جوها زي ما قلنا قبل كده بالشكل ده لا أنا ممكن أضيفها من خلال command تاني بقول colors.append وبفتح قسين وبكتب مثلا red البد دي يعني الحاق يعني بقوله الحق red الى colors لو جيت أعمل print colors بلا ايه بيطلع لي الرد على طوله برضو ممكن أقول colors.append blue يعني ضف لي blue الى colors طيب لو عندي اتنين list class A و class B دول فصلين فيهم طلبة لو عايز أضم class B الى class A بعمل ازاي يعني بمد class A عشان يحتوي على class B كلمة ده مد دي معناها ايه بالانجليش extend فبقول class A dot extend وبفتح قوس وبكتب class B لو جيت عملت print لclass A حالة ايه بيحتوي على class A و class B بس المشكلة كده ان انا غيرت في محتوى class A طيب لو انا عايز اخلي class A يحتوي على class B بدون ما اغير في المحتوى بتاع class A ممكن اعملها بطريقة تانية بقول all students مثلا دي list والlist دي dot extend class A برضو dot extend class B يعني بقول للall students دي احتوي على class A و class B ولما اعمل print للall students هلاقي class A و class B جواها تعالوا نعملها بطريقة تانية كمان ممكن اقول all students تساوي class A زائد class B ونعمل print للall students طيب لو عايز احزف حاجة من الليست يعني عندي list مثلا اسمها numbers يساوي 3 4 7 8 بقول numbers dot remove 3 يبقى احزف لي 3 من numbers عمل قائمة من النصوص يعني ازاي اعمل list من مجموعة كلمات زي دي كده يعني المستخدم حيدخلي اسماء بالشكل ده string يعني ما بين كل اسم والتاني كمى والبرنامج automatic حيحط الاسماء دي في list يعني بقولي البرنامج اول ما تلاقي كمى يبقى ده الفاصل ما بين الكلمات تعالوا نشوف الكلام ده بيقولي دخل اسماء اصدقائك و مفصولين بكمى يعني فيه كمى ما بين الاسم والتاني فانا هكتبله احمد وباسم و مونة و علي حيقولي ان الليست بتاعتك هي دي تعالوا نشوف الاوامر حعمل متغير حسميه names names يساوي input enter the names of your friends separated by كمى يعني دخل اسماء اصدقائك و مفصولين بكمى يعني فيه كمى ما بين كل اسم والتاني دلوقتي حعمل list هسميها names list هتساوي names dot split و كمى ما بين كنتشا مارك دي معناها ان الكلمات اللي مفصولة او ما بينها كمى دي يحطها في list يعني كل ما تلاقي كمى تعرف ان دي نهاية الكلمة وبعدين هقوله print names list طيب عايز اقوله طول الليست دي كام تعالوا نرجع الورا شوية و نشوف ايه هي دلة اللين دي لو قلنا name تساوي احمد و قلت print lin names هيقولي على طول انهم خمسة يعني عدد احرف احمد دي خمسة طيب عايز اقوله طول الليست دي كام يعني الليست دي فيها كام عنصر فيها كام اسم بقوله print lin names underscore list دلة اللين دي اختشارة lin's دي الدلة اللي بتعدلي عدد العناصر او طول الليست يعني او عدد مكونات الليست موسيقى 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 موسيقى